السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد في القناة اتمنى يلقاكم هذا الفيديو هدف احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سيشارك معكم طريقة جيدة باش تحضروا وصفة للقوتي سريعة التحضير إلا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة ديالي اشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد بتنسوش تشجيعاتي باللايك ندوز المقادير وطريقة التحضير المقادير كانحتاجوا زلافة ديال سميدة رقيقة نضيف عليها يجمع القبار ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات ثم الملح حسب الدوق نضيف عليها نصف ديال سشي ديال الخمرة حمراء او بيكين باودر نستعمل فقط نصف سشي ثم نحركوا النواشيف مع بعض باستعمال الخلط اليدوي كما كتشوفوا ثم نستعملوا الزيت شيئا فشيئا كما كتشوفوا بالنسبة للزيت هنا انا كندير احتى كنشوف بان سميدة يعني الزيتة فانتوما بالنسبة للعبار اللي اعطيكم فعملوا ربع كأس عنبا ديال الزيت الزيت النباتية يمكن يكون تستعملوا الزبدة حسب الدوق كل واحد كي يبغي طريقة ديال الحرشة كيفاش تجيه بالنسبة للطريقة ديال الحرشة كتجي سريعة في التحضير وكتجيه شيشة كنستعملوا بيضة واحدة كما كتشوفوا ثم سشي ديال خمرة بيضة او الزيت او فانيلا كل واحد كي يسميها سوف نخلطوا المكونات مع بعض جيدا بالخلط اليدوي بالنسبة كما كنت لكم هات الحرشة هذي كتجي رائع سريع على التحضير ضغي كتوجد يمكن يكون توجدها في اقل وقت ممكن كما كتشوفوا مكتاخدش وقت بزا باش تحضروها سوفي اودابة كنضيفوا الحليب شيئا فشيئا بالنسبة للحليب اللي بنات مهم كنضيفوا الحليب حتى كنحصلوا على الخليط اللي هو سائل بالنسبة للمقدر ليل الحالي ما يمكنيش نعطيكم العبار حيث كل سميدة كديرا كين السميدة اللي كتشرب كين السميدة اللي مو يمنتم ما كتشوفوا اه الطريق يعني الخالط كيفاش كي يجي ما كيجي الخالط جاري كما كتشوفوا كنخلطوا اه الكل بالخلط اليدوي كما كتشوفوا جيدا حتى نحصل على واحد الخالط اللي هو متجانس اه كما كتشوفوا ده هو الخالط ديالي فجاري الخالط كما كتشوفوا هنا كنحتاجوا هنا واحد المقلاء اللي مدهونة بالزيت ومرشوشة بالسميد ثم كنضيفوا فيها الخالط كما كتشوفوا ان الخالط جاري او سائل كما كتشوفوا ضروري ومؤكد انكم اه يعني تديروا الخالط سائل بزف بزف كما كتشوفوا بها الطريقة باش هكا كتصدق لكم واحد الحرشة اللي هي رائعة كتجي رائعة وكتجي رطبة كتجي شيشة والمذاق ما نقولش لكم مذاق لا يقاوم وهذا الحرشة هاديرا ما كتخطانيش دائما ملي كيجيونيها كضيوف الغفلة دائما كنحضرها كسريعة بالنسبة للسميدة لبنات فكنحاولون نرشو كمية اللي هي كثيرة لان الخالط جاري بزف بزف كما كتشوفوا كالتصق كنحاولون نديرو كمية كثيرة ثم نوزعوغي شوية بشوية اه الخالط باش يعني توسع عكا في المقلات فكما كتليكم جربو هاد الطريقة ديال الحرشة كتجي رائعة كتجي غزالة بحال يلزن قام مذاق لا يقاوم كما كتشوفو كمرشو السميد بها الطريقة هادي حتى اه كنحصل على الوجه ديال الحرشة اه يعني مرشوش كامل بسميد ضروري ومؤكد كنحاول نوزعك السميد اه كا للجوانب باش الحرشة ما تلتسقش وضروري لبنات المقلات تكون ما تلتسقش نهائيا باش ما تلتسقش ليكم الحرشة ضروري ومؤكد كن اكد عليها المقلات تكون ما تلتسقش اه يعني ادهنوها بالزيت وترشوها بسميد اه ترشوها مزيان مزيان باش ما تزيدش السقل مهم ضروري ومؤكد لانك نديرو فيها الخليط اللي هو سائل كنحاولو نقدو الجوانب اكا بالمعلقة باش يجيوها كم قادل كما كتشوفو ونحاولو نزيدو نرشو السميد اكا على الجوانب حيث الاخر الخليط سائل كما كتشوفو ثم نقدوها بالطريقة اه اللي تجيبها الحرشة زوينا كما كتشوفو كنحاولوو نوزع الكمية السميد على الأطراف والواسط لكي لا يبانوش الأصابع في الحرشة بعد المقلعة للعافية كما تشوفون العافية ستكون مهيلة مهيلة للبنات حيث الحرشة ضغيية تتحمر إلى جهة العافية ستتحرق وليس طيب العافية تكون مهيلة لأقصى درجة إذا تتحمر وليس طيب العافية بعدما تحمرت كما تشوفون خذت واحد لو هو ذهبي كما تكتلكم أن العافية ستكون مهيلة مهيلة بش ما تتحرق لكم ودعا با غدنا نردها عبتاني الطيب من الوجه الآخر ونعاون نتلقى معكم على الشكل النهائي دعا هو الشكل النهائي البنات ديال الحرشة بعدما طابت على العافية مهيلة خذت واحد لو هو ذهبي وكما كنت لكم مخصكم ش تجاهدوا العافية وباش هيكها كتجي طيبة وكتجي محمرة ما كتجيش كم حروقها حيث تضغيية ضغيية ضغيية كتتحرق ضغيية كعني كتشد فيها العافية فكما كنت لكم حاولوا دلوها العافية مهيلة بزاف بزاف دبا كنحاول نقطعها كما كتشوفوا رطبة الشيشة كتجي غزالة حتى في المذاق والرائحة ما نقولش لكم جربوها اكيد غتنا الاعجاب ديالكم وإلا جربتوها ما تنسوش انكم تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق وما تنسوش انكم تبرطجيوها مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة كما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هادا كتجي شيشة وكتجي رائعة ورطبة رطبة البنات والماذاق لا يقاوم صف البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى ان هذا الحرشة اللي تكون لتلاعجاب ديالكم ما تنسوش انكم تجربوها سريعة تحضير ضغيية ضغيية كتوجد وما تنسوش انكم تشجعوني بلي لايك باش نزيد نتشجع نزليكم كل ما هو جديد وما تنسوش انكم تشتركوا في القناة اللي بقي مش تاركش في القناة وما تنسوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد يالفيديوهات ديالي ونعنقو لكم البنات استورعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته